اهلا بكم وافق أعضاء منظمة أوبك خلال اجتماعهم في فيينا على تمديد اتفاق خفض الانتاج المعمول به حاليا لتسعة أشهر أخرى وكانت دول المنظمة وأحد عشر دولة نفطية من خارج المنظمة وعلى رأسها روسيا قد اتفقت أواخر العام الماضي على خفض انتاجها بنحو مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا لستة أشهر بهدف دعم أسعار النفط في السوق العالمية وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن سوق النفط تعافت بشكل كبير وهناك إجماع على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر التقييم جيد جدا السوق يعني تعافت ولله الحمد بشكل كبير بين 2016 و2017 والشكر طبعا لأعضاء الدول سواء من أوبك ومن خارج أوبك والقرارات التي اتخذت والتطبيق على أرض الواقع من ناحية الخفض اللي يتعدى 100% من الالتزام خلال شهر أربعة وإن شاء الله نتوقع لما تطلع أرقام شهر خمسة بتكون أيضا بنفس المستوى وأفضل الإجماع تقريبا تام على التمديد لمدة تسعة شهور وهذا يؤكد أن المجموعة هذه من الدول من داخل وخارج المنظمة يعني صف واحد وبنفس الرؤية وبنفس الاستراتيجية لموازنة السوق بين العرض والطلب والأخذ في عين الاعتبار مصالح الدول المنتجة مصالح الدول المستهلكة ومصالح صناعة النفط بشكل عام ألزمت مؤسسة النقد العربي سامة جميع البنوك والمصارف وشركات التمويل بتوثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة عقودها والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه وطالبت سامة في تعميم صادر عنها البنوك والمصارف وشركات التمويل لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حاليا باسمها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أحمد آل الشيخ إن على البنوك وشركات التمويل توعية العملاء بذلك وتزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري لمصلحة البنك أو المصرف أو شركات التمويل كشفت البيانات الأولية لدلايات العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية ارتفعت خلال مارس 2017 إلى نحو 16 مليار و300 مليون ريال وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 2% مقارنة بشهر مارس 2016 وبالمقارنة بشهر فبراير الماضي فقد سجلت الصادرات غير البترولية لشهر مارس 2017 ارتفاعا بـ 3 مليارات و700 مليون ريال وسجلت الصادرات غير النفطية بذلك أعلى قيمة لها في عشرة أشهر أي منذ شهر مايو 2016 والتي بلغت أنذاك 16 مليار ريال أغلق مؤشر السوق المحلي منخفضا بتسعة وعشرين نقطة ليغلق عند مستوى 6871 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري و500 مليون ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 122 مليون سهم تقسمتها أكثر من 56 ألف صفقة وجاءت شركات الأسمنت السعودية ورعاية على رأس الشركات الأكثر انخفاضا فيما حلت شركات الإعادة السعودية وسلامة ونماء للكيمويات على قائمة الشركات الأكثر انخفاضا وافق مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية أمس على تأسيس صندوق مستقل بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي ما يعادل 1875 مليون ريال وقالت الشركة في بيان لها على تداول إن الصندوق سيمول بخمس شرائح متساوية تباعا وقيمة الشريحة الواحدة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي وبتمويل ذاتي من مصادرها وأشارت الشركة إلى أن غرض الصندوق هو الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو إضافة إلى التنمية الشاملة للمنظومة الرقمية في المنطقة التي تعد محركا رئيسيا للتحول في الاقتصاد الرقمي